لم تتوقف ميليشيات الحوثي يوما عن تعطيل الحل السياسي في اليمن وهي اليوم تواصل عرقلة مشاورات جينير بفرضها شروطا للتوجه الى هذه اللقاءات في ظاهرها شروطا للتفاوض وفي باطنها خدعة اعتاد المتمردون عليها مصادر اعلامية انكشفت بان الحوثيين يعملون على تهريب عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني ومستشارين ايرانيين في طائرة الانقلابيين الى دولة مجاورة وتحدثت هذه المصادر ان الانقلابيين يخططون لاستبدال اسماء بعض الاشخاص الذين من المفترض ان تقل لهم الطائرة الى جينيف باسماء اخرى غير يمنية مستغلين حصول الطائرة على اذن المغادرة من التحالف العربي المتحدثة باسم الامر المتحدة اليساندرا بيلوتشي اكدت ان المبعوث الدولي الى اليمن مارتين جريفت ما زال ينتظر وصول وفد الحوثيين لاطلاق المشاورات تصريحات جاءت بعد محادثات اجراها المبعوث الدولي مع وزير الخارجي اليمني خالد اليماني تناولت سبل اعادة احياء مباحثات السلام بين الطرفين بغية التوصل لحل للازمة اليمنية يوصل المبعوث الخاص لليمن مشاوراته مع وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني حيث يناقش معهم قضايا عدة منها قضية الاسرى ووصول المساعدات الانسانية واعادة فتح مطار صنعاء بالاضافة الى القضايا الاقتصادية وما زال المبعوث الخاص ينتظر وصول الوفد الحوثي للتحدث اليه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اكد ان الحكومة الشرعية لن تقبل بسفر اشخاص لا تعرف هويتهم على متن الطائرة المخصصة لنقل وفد الحوثيين من صنعاء الى جينيف مضيفا ان الحكومة الشرعية لا زالت تنتظر وصول وفد الانقلابيين للبدء في التشاور حول الامور الجوهرية التي تهم الشعب اليمني اتبقى لاجندة السلام الاولوية القصوى كما اكد وزير الخارجية اليمني الا ان الانتظار لن يكون الى الابد مهلة زمنية علنها الوافد اليمني قائلا ان مغادرة جينيف بعدها ستغدو مشروعة ومحقة في حال اسرار الحوثيين على مناوراتهم والدعاءاتهم اشتركوا في القناة